السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم الدرسان جديد اذا كنتم المرة تشاهدوا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الاصدقاء ليصلكم كل يوم فيديو جديد باذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن جمل وتراكيب من الحياة اليومية في اللغة الانجليزية بحيث نتعلم بعض التراكيب والجمل اللي تفيدنا في المحادثة في اللغة الانجليزية تابع معي من هذا الفيديو لدينا الكثير من المعلومات والجمل المفيدة في المحادثة في اللغة الانجليزية نبدأ في هذه الجمل Anyway don't despair Anyway على ايتي حال Don't لا Despair يعني لا تياس Don't despair لا تياس Anyway don't despair على ايتي حال لا تياس اذا هذه الترجمة اذا رأتنا اقول انتهيت يعني هيت عملي خلصت شغلي يعني خلصت الاشياء المطلوبة مني اقول I'm done اذكر هذه الجملة او ممكن I'm finished I'm finished يعني الدي I'm finished I've finished جميعها بمعنى انهيت عملي اذا رأتنا اقول انا في خدمتك I'm at your service I'm at your service اذا لاحظ service service اذا بمعنى خدمة your service بمعنى خدمتك I'm at your service بمعنى انا في خدمتك اذا نحفظ هذه الجملة دائما من خلال التدريب المارسة يتحسن لدي التحدث في اللغة الانجليزية anyway don't despair I'm done I'm finished I've finished I'm at your service don't bring it up don't bring it up بمعنى لا تطرح موضوع معين لا تتكلم فيه اثناء مثلا اجتماع او في مكان ما لا تطرحه ولا تتكلم به don't bring it up don't bring it up اريد ان اقول انا صاهم لدينا لفظين اما نقول fasting او نقول fasting اذا نجي لا ننفضها اذا كان عندنا ing الجي لا تنفض دائما لسهولة الكلام واللفظ اثناء التحدث ياما اقول او نقول فا لحظة ا خفية مثل كات لكن عندنا فا مثل father فا 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 fasting fasting او نقول او نقول انت مطرود من العمل you are you are you are fired اذا انت مطرود من العمل نحفر دائما بصم you are fired وريد ان اقول خليك لطيف معي يعني كل لطيف معي go easy on me go easy on me نعرف go خليك لطيف معي go easy on me او نقول be easy with me اللاحظ به يعني كن easy سهل with me معي يعني كن سهل معي يعني خليك لطيف معي be easy with me اذا نحفظ ايضا هذه الجمل والتراكيب تساعدني ايضا في التحدث دائما الممارسة كما قلنا والمتابعة تحسن من ادائي في اللغة الانجليزية don't bring it up i'm fasting i'm fasting you are fired جاي من كلمة fire لاحظ فقط ضفنا دي fired go easy on me be easy with me نعيدهم اخر مرة don't bring it up i'm fasting i'm fasting you are fired go easy on me be easy with me كيف اقول انت عديم الشخصية يعني سهل واحد يقنعك وترضى او تقبل او تقتنع بسرعة يعني you are such a push over you are such a push over اللي احفظها push over push over نضغط الحرف p push يعني كلمة تنهية لكنها تجمع كلمة واحدة push over لكن مع بعض push over بمعنى عديم الشخصية you are such a push over نريد ان اقول الوقاية خير من العلاج prevention is better than cure pre prevention 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 يا الوقاية is تكون better افضل لحظ better better than cure يعني افضل من العلاج prevention is better than cure نريد ان نقول الطعام لذيذ delicious بمعنى لذيذ the food is delicious يعني الطعام يكون لذيذ او مباشرة الطعام لذيذ the food is delicious the food is delicious لاحظ هل خمس حروف هذة ننفضها مع بعض شاس 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 delicious يعني c i ش ش نقول delicious ايضا لدينا اريد ان نقول انا فضولي عنده حب الاصطاع او اعرف شيء ما i'm curious i'm curious اذا i am curious انا فضولي you convinced me ايضا عندنا الدية ننفضها t من كلمة convince بمعنى يقنى convinced اقنعتني اذا you convinced me اقنعتني you are such a push over prevention is better than q the food is delicious i'm curious you convinced me you are such a push over prevention is better than q the food is delicious i'm curious you convinced me واردنا اقول انا اعترف اعترف بشيء ما i confess لاحظ انا اعترف او اقول اي admit اي admit اذا اما اقول اي confess اي admit بمعنى انا اعترف اريد ان اقول افسح الطريق افتح الطريق وسع الطريق clear the way clear the way clear بمعنى واضح clear the way بمعنى افسح الطريق لا نقول واضح الطريق اذا افسح الطريق clear the way دائما عندنا a y الفضها a مثل عندنا way day say me وهكذا اذا دائما عندنا a y الفضها a don't provoke me don't provoke me بمعنى لا تستفزني لا تثير غضبي don't provoke me don't بمعنى لا هي اختصار ل do not لكن اختصار don't احنا نعرف دائما in o بدلا عن ال o اضع واحد في ال o don't provoke me that disgusting that disgusting بمعنى بمعنى ذاك مقزز او هذا مقزز that هي اختصار ل that is نختصر ال i نضع ال i بمعنى بمعنى اختياراتك تعرف تختار you have you have good taste you have good taste اذا ذوقك حلو i confess i admit clear the way don't provoke me that's disgusting you have good taste اذا نحفظ هذه التراكيب ونتدرب عليها من الافضل ان اكتب هذه الجمل في دفتر واتدرب على لفظهم او كما قلنا دائما احاول ان اسجل صوتي فيديو واسمع حصلت خطأ اعيد مرة ثانية وهكذا تعطيني جرأة على التحدث والتكلم او ان اقف امرة واتكلم الطريقة الافضل ان كان اسجل فيديو اتكلم بهذا الحال اسمع صوتي اذا امرن اذاني ومرن لساني على التحدث والتكلم في اللغة الانجليزية لان دائما هو موضوع ممارسة لأي جرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته